أعوذ بالله السمعي أعلمين الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العري العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العري العظيم اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل حزن إذا شئت سهلا وبعد لا زال الحديث متواصلا حول هذا الموضوع موضوع حضور العقل في المعرفة الإسلامية وقد ذكرت لكم أن من أهم ما يتهم به الفكر الإسلامي المعاصر وأهم الأسلحة التي توظف ضده سلاح تهمة مجافات العقل وتهمة السطحية وعدم الاحتكام إلى العقل وكثير من ما نسمع ناس يريدون أن ينسفوا أشياء ويرفضوا أشياء فيكون أمامهم أن يقول هذا الذي نسمعه ليس معقولا ليس عقليا ليس معقولا هذا كله إذا كان للعقل هذه الخطورة ولم يعد حقيقة علمية وإنما أصبح مستخرا ومستخدما في السجال وموظفا في هذا السجال يجب أن نكون على بينة مما هو عقلي ومما ليس عقلي لأن كثيرا ما نرى أن هناك تخبطا كبيرا وواسعا في استعمال كلمة العقلي وما هو عقلي وما ليس عقلي وطبعا الاحتكام إلى المعرفة الاحتكام إلى العلوم هو الذي يخلص من هذه المشكلة هذه الأزمة الآن أزمة موجودة يوميا نسمعها وإذا كان إنسان أمامك يناقشك أو يناظرك فإن أول ما يفر إليه وما يهرع إليه أن يقول هذا الكلام ليس كلاما عقليا ويدخل في ذلك المعجزات وأحاديث القرآن والسنة وما إلى ذلك الناس الآن لا يتورعون عن إطلاق هذا ولذلك يجب ضبط الأشياء والحديث عنها حديثا علميا فأقول إن الحقول التي تعرف في معرفتنا الشرعية إن المعارف التي هي محددة ومنفصلة ومتميزة فالأحكام التي يمكن أن ينتهي إليها الباحث أو العالم مختلفة بحسب مصدر استقائها وبحسب مرجعيها فهناك أحكام من الأساس نقول إنها أحكام شرعية وهناك أحكام عادية وهناك أحكام عقلية يجب أن لا تتداخل هذه الحقول حقول متميزة وحينما نقول هذه الحقيقة تمي إلى المجال الشرعي فيجب أن يكون لها أيضا سندها من الشرع وحينما نقول إن هذه الحقيقة حقيقة علمية يجب أن تكون منضبطة لقوانين العقل وحينما نقول إن هذه القضية هي قضية عادية فكذلك الأمر إذن فلا بد من تميز أولا لا بد من تخليص الناس من هذا التداخل فما هو الحكم الشرعي الحكم الشرعي عند الأصوليين تعرفونه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون اقتضاء أو تخيير أو وضعا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم أي من جهة كونهم مكلفين على هذا أي خطاب الله المتعلق بالبشر هو كثير فمنه مثلا خطاب يتعلق بكونهم مخلوقين لله والله خلقكم وما تعملوا هذا ليس حكم شرعيا لأنه يتحدث عن المكلفين من زاوية الخاصة يكونه الإعلام بكونهم مخلوقين هذا ليس هو الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو الذي يتناول أفعال المكلفين ويتناول هذه الأفعال على جهة إلزامهم بشيء وتكلفهم بشيء هذا هو الحكم الشرعي على العموم نحن نقول إن الحكم الشرعي يسمى كذلك لأن له مصدرا هو الشرع إن له مصدرا هو الشرع والمسلمون دائما يعرفون الدين بأنه وضع إلهي الدين ما هو الدين التعريفات لا بد لكم من ضبطه الدين وضع إلهي قائد لذوي العرقول باختيارهم إياه إلى ما فيه صلاح الدنيا والفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة هذا تعريف تعودون إليه تعريف النكة ما نتكلم عن الدين ولكن كلمنا عن الدين ليس منضبطا ليس محددا فهذا يجزمنا بأن نعود إلى كتب الإصطلاح أي الكتب التي حددت مصطلحات العلوم وأنا ذكرت لكم منها كتاب التعريفات للجرجاني وستجدون ذلك وهناك كتب أخرى سأذكرها لكم إن شاء الله هذه الكتب لا بد أن تكون مصاحبة للباحث لا بد أن يرجع إليها دائما إذا كان يريد أن يتحدث حديثا منضبطا إذا كان يريد أن تحدث حديثا عاما حديثا سائبا فيمكن أن يختار من التعارف ما يشاء ربما يعرف الشيء انطلاقا من معجم اللغوي ولكن المعجم اللغوي ليس من شأنه أن يتحدد المفاهيم فهو ربما يذكر الكلمة من الوجهة اللغوية لا أقل ولا أكثر وهنا يكون حديث حديث العالم وحديث المتعالم هناك من ليس عالما هناك من يريد أن يخوض في الأشياء وليس له سبيل إليها فلذلك لا بد من ضبط ولا بد من رجع إلى كتب التعارف كما ذكرت فالدين من حيثه وهو وضع إلهي بمعنى مهم جدا أن نقول وضع إله وليس وضعا بشريا دين لا ينشئه البشر هذه شيء مهم جدا هذه حقيقة عالية وغالية ونفيسة جدا ولذلك يقولون في كل كتب العلم يقولون إن ما لا دليل عليه لا يلتفت إليه ما لا دليل عليه لا يلتفت إليه أي حقيقة دينية شرعية يقول بها الإنسان إذا لم يكن له دليل على ما يقول ذلك ما يقوله فلا يلتفت إليه ولا يجاب أي مجرد إجابته ونضيعة للوقت لماذا؟ لأنك الأساس تلتزم بأن تتحدث في ما هو شرعي وما هو شرعي إنما يستقى من صاحب الشرع أي هل قال الله هذا؟ هل قال رسوله ذلك؟ أم لم يقوله؟ طبعا ونلحق بها المصادر التبعية ولكن مهما يكون فالإنسان لا يتكلم من ذاتيته وهنا الفرق بين أن أقول لك ما تقول الله تعالى كذا وكذا وأن تقول أنت أما أنا فرأيي كذا وكذا رأيك ليس شيئا في الدين رأيك ليس شيئا في الدين نحن الآن في اختلاف واضح من المنطلق إذا قلت قال الله تعالى فنحن تحدث عن كلام صاحب الشرع أن تقول أنت شيء آخر فهذا لك هذا قد يؤخذ به منسبة إليه قد يرد ولكن أنه بحال من الأحوال لا يمكن أن يسمى شرع لذلك قالوا وهذه أشياء يجب معرفتها يقولون إن المجتهد حينما يجتهد المجتهد في الشرعة إنما يكشف عن الحكم الشرعي يكشف عنه ولكنه ليس مثبتا له أي ليس منشئا له المجتهد إذا اجتهد هو يكشف عنه يبحث وقالوا إن هذا الحكم الشرعي الذي يكشف عنه المجتهد كان موجودا كان موجودا في النصوص في أصول الشرعة كان موجودا قبل أن يجتهد المجتهد أي الحكم سابق على ما يقوله المجتهد المجتهد إنما يبحث وينبش لعله يعثر عليه وقد يعثر وقد لا يعثر إذن الأصل هو قول صاحب الشرع لماذا كل هذا انتظاما وانسجاما مع ما نقوله من أن هذا حكم شرعي ما كيف يكون هذا الحكم حكما شرعيا والذين يتحدثون يتحدثون من آرائهم بأي مناسبة المجتهد نفسهم أطالب بأن يستدل بأن يذكر الأئمة الكبار مثلا كانوا يقولون هذا بل كانوا يقولون إذا قلت بشيء وخالف ذلك الكتاب والسنة فاضربوا به مع عرض الحائط لهذا كان الدين دينا لو كان الإمام مثلا يقول هذا قولي وخدوا به بلا دليل لكان قد تأله أصبح هو المشرع والشرع لا يسا إلا لله إن الحكم إلا لله أي الحكم في هذه الشريعة في هذه الدين لماذا؟ لأن هؤلاء هم عباد لله ولأن صاحب الدين هو الله فوجب أن يكون الأمر على هذا المنوال وقال شاطبي وغيره إن القياس وهو عملية عقلية إن القياس ليس من تصرفات العقل باستقلال أي القياس حينما نقيسه ليس من تصرفات العقل وكان هو عملية عقلية ولكنه دائما يتم تحت أدلة الشريعة أي هذا القياس قياس ولكنه يستضل بأدلة الشريعة لا يمكن أن يقول الإنسان في شيء ما إنه حلال أو حرام لأنني قسته ولكن غير ضوابط القياس القياس له ضوابط وله شروط وله علل ويجب أن يحرر الإنسان مناطع العل ويجب أن يكون هناك بحث أي حينما يتحدث الناس والعلماء في القياس فإنهم يبحثون بحثا طويلا في ذكر أسباب وعلان الأحكام وهذا باب واسع في في القياس وفي أصول الفقه فكيف يأتي إنسان فقط ليقول كذا وهذا دين لماذا أذكر هذا لأن في بعض المرات نهمل هذه القضية ويقول الناس في الدين بأقوالهم بآرائهم دعهم يقول هذا رأينا وهذا رأيهم لكن الذي لا يقبل أن يقال هذا من الدين وأنا أراه ومن لم يقل بهذا فأنا أقول بأنه فهو إما متزمت أو شيء من هذا القبيل إما نسمعه وحينما يطلب من المجتهد الآن في موضوع ما قل لا بد أن نجتهد لكن حينما تقول لا بد أن نجتهد لا يجوز أن تحدد له الغاية لا يجوز أن تقول لا بد أن تجتهد لا بد أن نجتهد لتقول ما أقول هذا كل عكس للأوضاع هذا قلب للأوضاع إذا كنت تجتهد فأنت تجتهد وتبدل الجهد شريطة أن تكون من أهل الاجتهاد طبعا ثم تصل إلى ما أوصلك اجتهادك وبحتك في نصوص الشريعة لا خارج نصوص الشريعة وإلا لم يكن هناك سيء حكم شرعي تابعتوا هذا المسألة فالمجتهد ليس طليقا ليس حرا في أن يقول من كما يشاء بل لابد له من أن يعيد أن يستند إلى الشريعة إلى أصولها إلى ثم ينتهي إلى ما والاجتهاد باب واسع ولكن حينما يكون العالم مقتدرا حينما يكون قاصدا موجها لا يكون مجتهدا أصلا لا يستحق أن يكون مجتهدا إذا كان إذا كان الإنسان تائها إنما يلبي أهواء معينة فهذا ليس متهد ليس من الاجتهاد إلى الدعاء إذن هذا الذي يجب معرفته حينما نتحدث عن الحكم الأول هو الحكم الشرعي وأنا ذكرت هذا لأن فيه الآن خطأا كبيرا وتلبيسا عظيما أنه ناسا يريدون أن يتحدثوا ويفرضوا هذه الأشياء على أساس يفرضوا هذه أقوال الأفكار على أساس إنها شرعية ليس لها إلى الشريعة سبيل ولا سند هذا الحكم الأول والصنف الأول الصنف الثاني من الأحكام التي ننتهي إليها هي الحكم العادي الحكم العادي والحكم العادي هو حكم ليس هو المستند الشريعة وهو مستند إلى العادة وسمي عاديا كما أن الحكم الذي سميناه شرعيا هو مستند للشريعة الحكم الهاتفان مستند إلى العادة العادة هي هذه الأشياء التي نراها والتي نعيشها ونعيش عليها في كل العلوم الآن التي وصل إليها البشر يلتزم هذا خصوصا في المختبرات في العلوم الأحياء وما إلى ذلك الناس ينظرون إلى ما هو موجود في العادة ويعتمدون أساسا يعتمدون أساسا التجربة والتكرار الآن إذا أراد شخص ما أن يتحدث بحقيقة ما إما حقيقة فيزيائية حقيقة في أي علم العلوم فإنه يجرب يكرر التجربة يكرر التجربة ثم ينتهي بعد ذلك إلى خلاصة وهي أن القاعدة الفلانية هي كذا وكذا مثلا إما في تمد المعادن أو تمد الماء أو تبخر الماء يعطيك حقيقة هذه الحقيقة لا يكفي فيها أن يجرب مرة بل لا بد من تجرب الشيء الذي هو موضوع البحث مرات متعددة وهذا أمر كان عليه العلماء المسلمون المسلمون بالإضافة طبعا الذي نهتم بالجانب الشرعي علماء الشريعة كان لهم مجاله ولكن هناك علم واسع والتعرفون تعلمون أن علماء المسلمين الذين ذهبوا واتجهوا هذا المتجه أبدعوا فيه وأتوا فيه بشيء كبير علماء المسلمين كانوا روادا في المعرفة وما كتبه عنهم الغرب الآن الذين يقرؤون تراتهم يرون أنهم كانوا متقدمين في علوم الشتاء في علوم البصريات مثلا في علوم الجسد في علوم الفلك إلى أغلب ذلك كم الأشياء وهناك مكتبات طبعا متخصصة في العلوم البحثة هذه التي نسميها علوما البحثة وتقدم فيها المسلمون وكان لهم فيها ما بل إنهم في بعض المرات كانوا روادا مثلا للدورة الدموية تحدث فيها بالنفيس ثم من بعد جاء ويليام هارفي واكتشف اكتشف الدورة الدموية الدورة الدموية هي الحركة الداخلية للدم في الجسم ولكن النفيس تحدث فيه وتحدث في أشياء كثيرة هؤلاء العلماء كان منهجه في هذا المجال هو تكرير النظرة والتجربة ومن أهم الذين يمكن أن تخذهم مثالا ونموذجا في هذا المجال أحمد بن ماجد أحمد بن ماجد الملاح هذا رجل كان مهتما كانت له أسرته مهتمة بعلوم الفلك والبحر وقد برع في ذلك جده وأبوه ثم أحمد أحمد بن ماجد الملاح كان يدرس الفلاك يدرس الكواكب يدرس الفلاك ويتابع الرياح ورياح الموسمة ويصنف ذلك ويجرب وربما كان يجرب الشيء أكثر من عشرين مرة لا يتحدث بالقضية حتى يجربها ثم علف كتبا كثيرة ووضع خرائط ووضع خرائط الآن في مكتبات العالم أكثر من ثلاثين كتابا وخريطا لابن ماجد الملاح ابن ماجد الملاح هذا كان مهتما بالبحر مهتم بالفلك طبعا هناك صيلة بين البحر والفلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون في البحر دائما يحتاج سماء لأنه لا يجسله إلا السماء أما الأرض فهي ماء وانتهى بعد ذلك إلى أن وضع خرائط لمسارات السفن كيف تمر ما هي الطرق وعثر عليه أو ارتبط به أحد المكتشفين وفاسكو دي جاما هذا واحد من المكتشفين البرتغاليين والذي كانت لهم رحلات مهمة جدا وفاسكو دي جاما استحبه وكان قائد السفنه أحمد بن ماجد حتى مرة والذي الحق اطلعه على رأس الرجاء الصالح إلى هذه الرحلة التي تمر في الغرب من غرب هكذا إفريقيا إلى أن تعود وأوصل وانتهى به إلى الهند إلى أن بلغ به كالكوتو وكان هذا ابن ماجد وإن الآن يعتبر عالما من علماء الدنيا وهو يقول بأنه تعلم هذا العلم من جده وتعلمه من أناس آخرين وكان يقول أنا رابع ثلاثة من الذين تعلموا هذا العلم وذكر أن من شيوغهم من أوائل من أخذ منه رجلا أن منهم رجلا يسمى عبد العزيز بن أحمد المغربي وهو ناس هؤلاء ناس كانوا يخدمون العلم وكانوا يخدمون المعرفة وأطلعوا الدنيا على هذه رحلة رحلة بن ماجد وخريطة بن ماجد كذا هي التي هوت على الناس أن يجوبوا البحار وأن يكتشفوا بعد ذلك القارات إن الإنسان حينما كان قديما لا يعرف كان يسمي هذا البحر بحر الظلمات محيط الأطلسي كان يسمي بحر الظلمات ولكن الناس ليس لهم اهتداء في وربما يكون من دخله هالكا لكن ابن ماجد بعلمه وبتجربته ولكن أهم شيء كان يعتمده ابن ماجد هو التجريب وكان يقول هذا إن التجريب أكبر شيء أو معناه هذا الحديث إن التجريب أكبر شيء وهو طريق إلى الوصول إلى المعرفة والعلماء في غير هذا من الأطباء المسلمين الذين كانوا أيضا كانوا يجربون في كل شيء كانوا يجربون كانوا إذا أرادوا مثلا أن يكتشفوا مرضا يعرفوا مرضا كانوا يعتمدون التفسيرات التفسيرات هي ما يأخذ من المريض بول بول المريض يأخذ ويدرس ويكون ذلك هو الذي يدل على نوع المرض الذي أصيب به هذا الشخص التفسيرات كانت تسمى التفسيرات التفسيرات هي العينات التي تفسر المرض وكانوا في الجانب الآخر في جانب مثلا البيئة معرفة البيئة كانوا إذا أرادوا مثلا أن يخطوا مدينة ما ولتكون مدينة فاس مثلا كانوا لا يبدؤون بوضع البناء لا كانوا يأتون يلقون في ذلك المكان جموعة من القطع اللحم ينشرون قطعا من اللحم في ذلك المكان وينظرون فإذا كان هذا المكان قد تسارع هذا اللحم قد تسارع إليه الفساد بسرعة فإنما يقولون إن هذا المكان وبيئ لا يصلح قبل أن يبدأوا وإذا انتهوا إلى أن هذا اللحم قد تأخر فساده وتغيره يقول هذا المكان صالح لأن يعيش فيه الإنسان على كل حال هذا جزء من المعرفة العلمية التي كانت للمسلمين ومسلمون هنا قدموا الشيء الكثير وأذكر فقط هنا بعض الباحثين الذين أنصفوا المسلمين ومنهم هاد آن ماري شيميل هذه كاتبة كتبت في كل العلوم وعرفت العلوم الإسلامية ألمانيا وسبقتها زيغريد هونكي زيغريد هونكي هذه كاتبة ألمانيا وكتبت كتابا سمته في بداية شمس العرب تستعو على الغرب سجلوا هذا البشري ثم كان الشمس العربي تستعو على الغرب ويوم إذن وانا سمعت هذه حضرت لها محاضرة وقالت بأن الألمان وأن قومها من الألمان ضايقوها لما كتبت هذه الكتاب ثم قالوا ثم غيرت عروانه إلى من آخر أخف قال شمس الله تستعو على الغرب شوفوا هذا الكتاب وفيه أدلة كبيرة جدا على سبق المسلمين في العلوم فيه وبيّنت أن كثير من العلوم المصطلحات العلمية الآن هي مصطلحات عربية الكحول هو الذي سمي ألكول الكوبول هي القبة أي اسم العربي يحرف الأنبيك هي الإنبيك الإنبيك هو أداة التقطير التي يقطر بها الأشياء إلى غير ذلك من الأشياء القطن القطن لا زال يسم القطن في الفرنسيا كطن أي كان هناك اسم عربي أعرفه المسلمون واشتغلوا عليه ثم يعرف ثم يحول إلى نوعا من التحويل ولكن على كل حال هذه المدارك العلمية كانت كلها قائمة على أساس التجربة أي حينما اشتغل الناس بالجانب العلمي من هذا النوع لم يكنوا يستقون معارفهم إلا من العلمي إلا من الطبيعة إلا من الواقعي ولذلك هذا يسمى حكما عاديا والحكم العادي مرحب به وواسع وله أرجاء كثيرا إن شئنا قلنا هذا الحكم العادي يعم كثيرا من المعارف الإسلام الآن أي باستثناء ما هو شرعي فهو له طبيعة خاصة باقي علوم هي علوم عادية إذا أخذنا مثلا علم النفس هو علم عادي هو علم قائم على الجربة وعلى الملاحظة وعلى تطور المعارف إذا تحدثنا عن علم التاريخ علم الجغرافيا عن كل هذه العلوم إنما هي علوم من هذا القبيل علوم عادية يحتكم فيها إلى العادة ويرجع فيها إلى العادة الحكم الثالث الذي تصنف إليه المعرفة هو الحكم العقلي والآن نتحدث عن العقل لأننا كان ضروري أن نميز هذه العلم الحكم العقلي يستقى ويستنتج ويستفاد من من العقل هذا لا يعني أن العلوم السابقة ليست ممتزجة بالعقل العقل هو شرط في كل العلوم لا في الشريعة ولا في الطبيعة ولا في أي شيء الذي لا عقل له لا علم له أصلا ولذلك أنبه إلى هذه القضية سنتحدث عن العقل وسنجد من يقسم العلوم أو المعرفة إلى قسمين علوم عقلية وعلوم النقلية وهل النقلية غير عقلية هذه خدعة أنت تقرأ العلوم النقلية بعقلك وتفحصها بعقلك وتنميها بعقلك وتطورها بعقلك هل إنسان حينما يدرس مثلا علم أصول الفقه علم أصول الفقه يمكنها أن يدرس إذا كان بليدا أبدا لا يستطيع أن يدرك مسائل فضلا أن ينميه أو لا فهذه تسمية فيها خدعة وربما إذا رضي بها الناس فإنهم يكون قد وضعوا أنفسهم في موضع حرج أنت لك علوم عقلية وإحنا لنا علوم نقلية لا أنت لك علوم نقلية بطبيعتها بنصوص لن تتمد عن نصوص وهي عقلية أيضا لأن لا علم يمكن أن ينفصل عن العقل العقل هو أداة العلم والمعرفة والاستيعاب هذا الحقيقة العقلية أو المعرفة العقلية سميت بذلك لأنها يعاد بها إلى العقل ما هو العقل ما هو العقل ما هي المعرفة العقلية الآن لأن كل من أراد أن يقول هذا قل هذا معقول هذا ليس معقول قد يكون إنسان لا صلت له بالعلم ولكن يكرر هذا كثيرا معنى هذا معنى أن يكون هذا الكلام معقولا أو هذا له صلة بالعقل يجب أن يكون له خضوع والتزام بقواعد بقواعد الفكر قواعد العقل أو التعقل هناك قواعد فإذا أنت تحددت كلاما ربما كثيرا وتحددت في أشياء لا نقول بأن هذا الكلام هو كلام 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 متن شخص أحمق ولكن نقول بأنها ليس منتبزما بضوابط العقل إذن لا بد من الاتزام ومعرفة ضوابط العقل ضوابط العقل هذه ضوابط وقوانين اسموها في بعض كتب المنطق القديمة واليونانية والمسلمين يسمونها قوانين الفكر أو قوانين التفكير لا بد منها فإذا لم تعرفها فإنك تتحدث وكفى تحدث سائب هذه القوانين الفكر كما تحدث عنها آريستو وإفلاطون ثم تحدث عنها فلاسفة آخرون وقبل بها علماء المسلمين أصولها أو إيا قوانين محددة القانون الأول هو قانون الهوية القانون الثاني هو قانون عدم التناقض وليسهمونه قانون التناقض والقانون الثالث هو قانون الثالث المرفوع كل قانون من هذه القوانين يحتاج إلى أن يعرف وأن يذكر وأن يوضح ليعرف الإنسان إن كان فعلا ملتزما بقوانين الفكر أم أنه يتكلم كلاما خارج دائرة الفكر إذن هذه هي القوانين التي يجب استيعابها ومعرفتها وأخص لها أخصص لها درسا أو حصة ثانية فيها أبين إن شاء الله قوانين الفكر وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر